السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم برنامج كيدل لايف هو برنامج تحرير وتعديل فيديو ومونتاج برنامج حر ومفتوح المصدر متوافر على ويندوز و متوافر على لينوكس اليوم بس بدي أحكي عن مشكلة واجهتني مع البرنامج من أول ما ابتديت استخدمه وطبعا أنا كل الفيديوهات اللي عمالي انشرها على القناة عمالي أعملها عملية المونتاج باستخدام كيدل لايف مشكلتي الأساسية مع البرنامج هي بالخط العربي فأنا كل مرة بيجي بدي ضيف نص عربي عنوان او اي اضافة اي توضيح فمشكلة كيدل لايف انه بيتعامل مع الخطوط العربية عملية الرندرينج فيها الشيء غلط يعني دائما بيشوف انه هي المشكلة بتواجهني انه الكلمات دائما بتكون مفصولة عن بعض بفاصل الصغير خلينا نشوف مثال عن المشكلة اللي عمالي احكيها فهلا انا هون موجود ضمن الكيدل لايف بيجي بدي ضيف تايتل جديد خليني يكبر الخط لحتى يكون هلا واضح وقت اللي طيب هلا هيك شايف انه الخط ممتاز وما في اي مشاكل بس هاي النافذة مو انا اللي بستخدمها هلا وقت اللي بيجي بقاله كريايت هلا بنقله للتايم لاين وبيجي لهون هلا شايفين هاي المشكلة انه هون بين الاحرف في عندي هالفراغ الصغير يعني هاد الفراغ ما بعرف شو مشكلته بالبداية فكرت انه مشكلة الخط اللي عمالي استخدمه بجربت مع كل الخطوط اللي موجودة عندي فلو اجيت هلا مسلا غيرت الخط بجي لخط نوتو اللي انا بستخدمه بجي لخط نوتو اللي انا بستخدمه بجي لخط نوتو خليني حط خط نوتو صار الخط كبير شوي بس خليه لحتى تكون واضحة المشكلة فكمان في عندي هاي المشكلة في عندي هالفراغ في عندي هالفاصل بين الحروف بيخليلي الحروف كلها مفصولة عن بعض خلينا نشوف مع خط ثالث طبعا هاد الخط الثالث هو خط الماكنتوش بس الفكرة انه المشكلة موجودة بكل الخطوط فهاي حتى وكمان لسه هون الوضع اسوأ مع خط الجيزة اللي هو من أرجمان الخطوط بالنسبة لي طيب هلا اذا كانوا واحد كون عماله يقول بس انه بالفيديوهات اللي عمالي اعملها ما حدا لاحظ هي المشكلة الطريقة اللي عمالي اتجاوز فيها هاي المشكلة هي متعبة للغاية جدا بس يعني يعني لقيتها الحل الامثل لحتى لاقي بديل يكون بكفاءة الكيد اللايف ويعني ما يكلفني سروة ففي عندي كتير بدائل مفتوحة المصدر على لينوكس بس ولا واحد منها يعني عجبني اني استخدمه طبعا الدافينشي ممكن اني استخدمه بيوم للايام بس حكيت عن مشكلة الدافينشي انه مع ملفات الكاميرا اللي عندي النسخة المجانية ما بتشتغل فلازم اني اشتري النسخة المدفوعة فخلينا بعاد عن الدافينشي البدائل الثانية صراحة ما بتوصل لعشرة بالمية من ميزات الكيد اللايف طيب انا كيف عمالي حل هاي المشكلة كل مرة بدي حط تايتل عربي او عنوان عربي او كلمة عربية بالفيديوهات عمالي اضطر اني افتح برنامج الانكسكيب اكتب النص اللي بدي احوله احفظه بصيغة ملف صورة بدون خلفية صورة شفافة وبعدين نضيف هاي الصورة هلا هاد الكلام اذا كان في عندي نص واحد او تايتل او كلمة واحدة بدي اضيفها على الفيديو ما لها مشكلة بس امتى بتكون مشكلة حقيقية على سبيل المثال الفيديو الماضي اللي حكيت فيه عن مكونات نظام التشغيل اللي عملناه عن الارتش فهذا الفيديو اللي عملته المرة الماضية عن الارتش مثل ما اللي شايف انه في عندي يعني كان بهذا الفيديو فيه ما لا يقل عن العشرين او خمسة وعشرين تايتل كنت مضطر اني ضيفها كل تايتل من هدول هو عبارة عن صورة بي ان جي فكان انشاء الصورة بياخد وقت واضافتها وبعدين اني حطها تطلع بمكانها الصح على الشاشة وتغيير الحجم ومن هالامور يعني كل هاد الوقت كنت عمالي انشاء الصورة بعدين احفظها بعدين ضيفها للكيد اللايف وبعدين اني ارجع عدل اياس الصورة لحتى طلعت بالشكل اللي اللي شفنا بالفيديو فيعني اخد مني بس اضافة هال اربع او خمسة هال ثلاث دقايق من الفيديو ما يقارب الساعتين لحتى قدرت اني حل هاي المشكلة وانا ما علي حابب اني استخدم برنامج تاني غير الكيد اللايف فما عارف يعني اذا في واحد منكم استخدم الكيد اللايف بمرة من المرات سواء كان على الويندوز او على اللينوكس دورت كتير على حلول لهي المشكلة وللأسف ما لقيت يعني شفت في اكتر من شخص مواجهين نفس المشكلة فيعني ما بعرف مثل ما حكيت انه انا ما بدي استخدم برنامج تاني غير الكيد اللايف بس اذا في حدا منكم بيعرف كيف ممكن انه تنحل هاي المشكلة او اذا واجهته او ياريت اذا في حدا منكم عنده ويندوز انه يجرب لي هاي القصة على الويندوز ويشوف اذا كانت موجودة على الويندوز او لا بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبإيمان الله اشتركوا في القناة